حياة كريمة نظموا احتفالية لتجهيز مية عروسة ده لسه مؤخرة من المناسبة يعني ده مش اجمال ده بس اخر حاجة يعني كده ايه في الجديد في الطازة زي ما بتقال تجهيز مية عروسة من بناتنا اللي بيقوم قبلات على الجواز تحت شعار اسمه يدوم الفرح في المسرح الروماني اللي في سهاج في قبلي اختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة مؤمن بتسليم اجهزة العرايس من الاجهزة الكهربائية والمنزلية لمية بنوتة مقبلة على الجواز سلموهم ايه سلموهم التلاجة وسلموهم البتجاز وسلموهم التلفزيون وسلموهم حقائب المستلزمات بتاعة بنتنا العروسة ده مقدم من مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة واحدة من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لما حد يجي يقولك هي مصر تغيرت ابقى فرجوا على الفقرة دي خلوني نشوف مع بعض تقرير بصوا الصور اه والله حاجة تفرح خد بالك انت هده مش بتتكلم بس على جبر الخطر ده جبر الخطر ده عند ربنا كبير قوي قوي بس انت كمان هنا بتتكلم على انك انت بتدي احساس للبنات دول ان الدولة وهقف معاهم اه الدولة هي بابا وهي ماما وهي انور واجدي اه بتجهز البنات هنا دي مبادرة من مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة جزء من تحالف وطني كبير لما الناس لما المواطن أو المواطنة بني ادم المصري ده يحس ان المجتمع حواليه مش نسيه المجتمع بياخد بايده مش بيلفظه المجتمع حاسس بيه مش متجاهله المجتمع عاوز يساعده عاوز حياته تبقى احسن انت متخيل هو نفسيا هيبقى عمل ازاي انت متخيل هو اقباله على الدراسة والعمل هيبقى عمل ازاي اقباله على هو بعد كده في يوم من الايام لما يبقى متمكن ماديا واقتصاديا هتلاقيه هو كمان اصبح متطوع اصبح مشارك ترجمة نانسي قنقر